أبراج من ورق للكاتب سعيد ردواني يلاحظ القارئ أثناء كراءتي لهذه الرواية التناقض والطباق والمقابلة التي بنيت عليها الرواية في جميع الفصول بدءا من العنوين إلى اللغة إلى الأحداث إلى أدق التفاصيل في السرد والوصف لكن أيضا يستطيع القارئ أن يلاحظ أن الكاتب سعى إلى شرح مفهومه للخلود من خلال التحام والوحدة بين الفنون الجميلة والأدب بدءا من النحط والرسم وصولا إلى التأليف والكتابة والأدب فيرسخ الكاتب نظرية الخلود من خلال المنجز أو الإنتاج الذي يتركه الإنسان بعد رحيله سواء كان الإنتاج أدبيا أو فنيا من خلال تمثال أو لوحة أو كتاب يؤلفه الكاتب كما تعتبر هذه الرواية أبراج من ورق لجديدة الفكرة والبناء لا تطرح ثيمات مستهلكة لكن الكاتب بالغ في الوصف على حساب السرد والحدث مما أضعف عامل التشويق في الرواية يجدر الإشارة إلى أن رواية أبراج من ورق هي التجربة الرواية الأولى للكاتب سعيد ردواني وقد نال عليها جائزة أسماء الصديق للرواية الأولى